لك أيضاً صلة خاصة بالأديب الكبير طاعة حسين طبعاً وهي يمكن حدوك تندهشي أنه أنا دلوقتي بعيدكي تقريت الفتنة الكبرى لطاعة حسين طاعة حسين في الفتنة الكبرى وكأن التاريخ النهاردة بيعيد نفسه بالزبط فأنا الرؤية يعني صعب لوحد يتكلم عن طاعة حسين يعني مستقبل الثقافة في مصر يعني هذه الأفكار احنا تشبعنا بيها في وقتها من الأقوات اللي للأسف توقفت في لحظة ولم تستمر بعدها يعني خلص يعني وكأننا بنقرها دلوقتي كإرث ثقافي مش كمشروع ممتد ممكن نبني عليه دكتورة يعني طبعاً نكلم حضراتك دلوقتي باعتبارك أستاذة جماعية كيف ترى التعليم الجماعي حالياً؟ أنا شخص واضح وبالتحديد وبالتحديد فيه تخصصك أنا شخص واضح جداً وحاجة من أقصر الطرق لا التعليم يمر بأزمة كبرى إن لم تكن كارثة خاصة في الجماع احنا عندنا مشكلة كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بأقسام الأدب مثلاً يعني الطالب بيجي من سنوي عنده مشكلتين رئيسية ما عندهش أي ذائقة أدبية خالب ما ترباش على ذائقة أدبية رغم أنه هو في المرحلة السنوية والإعدادية أيضاً بيدرس لغة بيدرس وحقول بشكل برضو شديد الوضوح بيدرس شعر موظفين كبار وليس شعراء يعني يقول مثلاً إن السماء براح فأنا مرتاح فهو ده شعر يعني القفية القفية هي التي تقوم بشعر لا صورة بقى ولا لغة ولا عالم ولا رؤية ولا تجربة ولا أي حاجة خارج المراسة الكبير جداً والممتد لأدبئنا ألا يوجد في الكتب المدرسية الخاصة باللغة العربية أظن إلا أنا كنت شفته أنا بعمل حاجة بسيطة جداً إن أنا بيعيد النصوص يعني طلع مواطن الجمال من هذا طلع مش عارف إيه من إيه فهذا الكلام كله ما بيطلعش زائقه ما بيطلعش وعي كمان الطالب ما عندوش وعي الطالب هيذاكر هيحفظ هيمتحن ما عندوش أي ما فيش أي حوار بينه وبين النصوص اللي بيقرأه كيف ستختاري النصوص المقررة على التلميس في المجلسة؟ هختار نجيب محفوظ هختار طه حسين هختار يوسف إدريس هختار صلاح عبدالصبور هختار صلاح جهين كمان والأبنودي اللي أصلاً حتى أنا يعني ممكن أكون بغامر ودرسهم في الجامعة لأنه شعر عامية يعني مش معقول حدرسه شعر عامية على الأقل يبقى فيه فترة ما فيها كباره ده بقنا إحنا عندنا يعني حصيلة مش موجودة في أي حتة تاني إحنا يعني عندنا إبداع وضعي أي إبداع في العالم